يصل وفد إسرائيلي أمني إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين قبيل الاجتماع الرباع الذي يعقد في الدوحة غدا من أجل استئناف مفاوضات صفقة التهديئة بحسب صحيفة جراسلين بوست الإسرائيلية فإن وفدا إسرائيليا سيبلغ مسؤولين مصريين بالموافقة على صحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فلد الفيا مع ضمان القضاء على كل فرص تهريب السلاح لداخل القطع من القاهرة ينضم إلينا مرسلنا أحمد مهران أحمد أهلا بك نستطلع معك الموقف المصري في معبر رفح وأيضا من محور فلد الفيا والترتيبات الأمنية الخاصة بهتين المنطقتين نعم مروج بداية حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن عقد هذا الاجتماع المزمع بين وفد أمني إسرائيلي في القاهرة مع وفد مناظر له من الجانب المصري وهكذا جرت العادة في الواقع في مثل هذه الاجتماعات التي عقدت على مدى الفترة الماضية عدة مرات وذلك لبحث المعضلة الأساسية بالنسبة للجانب المصري هنا وهي السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وكذلك على محور فلد الفيا إذا عقد هذا الاجتماع بالفعل فهو يعقد على وقع الموقف المصري الثابت في هذا الأمر وهو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكذلك من محور فلد الفيا وهذه باتت معضلة كبرى ربما تعيق حتى التوصل أو فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهي المعضلة الثانية التي تواجه الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي أو التعنت الموقف الإسرائيلية في هذا الأمر إضافة إلى محاولة فرض مبادئ جديدة للتفاوض أو شروط يجرى التفاوض عليها من قبل الجانب الإسرائيلي وبالتالي هذا ما أدى ربما إلى أن الجانب المصري حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الإخفاق في التواصل إلى الاتفاق حتى الآن وكذلك اتهمت مصر خلال الأيام الماضية اتهمت إسرائيل بأنها تحاول تسويف الموقف وإهضار الفرص وإهضار الوقت من أجل ربما كسب مواقف في الداخل الإسرائيلي واحتواء الرأي العام الداخلي الإسرائيلي من خلال عقد اجتماعات أو خوض مفاوضات شكلية من دون نواية حقيقية للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل على هذا الموقف تخوض القاهرة المفاوضات لكن ربما المعضلة الأساسية هنا هي أن الوفد الإسرائيلي عادة ما يأتي إلى القاهرة من دون صلاحيات حقيقية للتواصل إلى اتفاق وبالتالي هذا ربما ما يعيق المفاوضات ويعطي للمفاوضات إطارا شكليا لا أكثر على الأقل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي شكرا جزيلا أحمد مهران مرسلنا من القاهرة